مشكلتك دي مشكلة انا مش عارف احللك انا مشكلة مشكلة انك لما بتتضايق بتطلع تجري ولا مشكلة الكراسي ولا عمل معك خلينا في الكراسي بس يا سعيد انت يعني متضايق ان هم مثلا ميزوه هو وهو لسه جديد وانت قديم طبعا ده اللي مزعلك طبعا ولا اللي مضايقك ان محدش فكر فيك و جاب لك كرسي مثلا جديد ايه اللي مضايقك فيهم هم اللي اتنين اللي اتنين بتكملوا بعضها سعيد الله طب ليه ما فكرتش فيها من ناحية تانية عنه دي اللي هي مسلا ليه ما تقولش ان انت انت مش انت مش انت قديم انا موظف انت مش انت من ساعة ما دخلت هنا عملت قول انا قديم انا قديم فعلا ما انت عارف ده سعيد وانا رازم احكي لك طب هو انت بقى محتاج كرسي محتاج ليه محتاجه في ايه انا شايفك طول النهار من المكتب ده للموظف ده ايه ايه ماشي ماشي صح انا مببعدش عشر ده في المكتب انا معاك بس برضو عايش شوية تمييزة سعيد ايوة تمايز ده في حاجات تانية مش في كرسي يعني مش هتعطل الدنيا ما يفضلوش علي واحد جديد لسه جاية سعيد اوه الموضوع مش كده بص تعال نحسبها بالعقب استاذ محمود ده مش قاعد طول اليوم على الكمبيوتر وعلى مستنداته وعلى اوراق تمام يعني محتاج كرسي تمام وعايز كرسي جديد يريحه ويبقى حاجة كده مش كرسي قديم متكسر ومعرفش يقعد ويتبهدل دي تمام اوه ما تحسبهش من المنطقة دي اوه استاذ حلمي ده انت قديم وفاهم يعني ويه يا زي يعني يا سيدي خلي الأجيال الجديدة تتبسط اه احنا يا مش بعنا من الكراسي ولا ايه ماشا يا سيدي ايه انت يا انت محتاج كرسي والله انت ريحتين ايه ريحتين ايه رأيك تمام اعمل لك بقى ايه تشربه اعمل لي شوية شاي حلوين كده من بتوعك شوية شاي من اللي هم الأدامة اه الله يفرق لك انا جبالك في ازازة اعم موظفين اه اه انت انت مش رايح في حتة دلوقتي انا مش رايح في ايه حتة طب انا هتحرك انا بقى رايح فينا سعيد رايح مصر القديمة بتعمل ليه في مصر القديمة عندي مش انا قديم فرايح مصر القديمة انت اخدني معاك انا قديم برده سعيد بس انا عرف ان انت ساكن في مصر الجديدة لما انا قديمة سعيد طب تعالى 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 سعيد تعالى سعيد بس هم يعني جابوا لك انت ما جابوا لكش كرسي جديد صح؟ انت هدقيني تانا سعيد برضو وحبا سعيد سعيد يا سعيد سعيد